وبنتكلم عن العاصمة الإدارية طبعا وهي عاصمة الخلود اسمح لي قاف عند الاسم كمان عاصمة الخلود حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة هي الجمهورية الجديدة فعلا بص يا فندم وفقا للتعريفات المعترف بها عالميا الدولة حدود بيعيش عليها حدود معروفة بيعيش عليها عدد من السكان وفيه في قلبها مقر الحكم ده اللي حصل في العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية أنا في تقديري أن هي دولة دولة مصرية جديدة اتبنت جوة الدولة المصرية بتحاكي كل الحضارات اللي مرت بها مصر من الفرعنة لحد النهاردة في التصميمات هتلاقي في حاجات واخدة مستوحى من الأشكال الفرعونية القديمة هتلاقي في حاجات بتحاكي الحداثة جدا إحنا عندنا أطول برج في أفريقيا بنتكلم عن بناء تلتمية حاجة وتمانين متر يقترب من الربعمائة متر دي نواطحة تسحاب وده صناعة ما كانتش موجودة ده غيري أنا نتكلم عن مدينة ذكاية أصلا بقى كمان يعني ده مدينة ذكاية وهنتكلم على الترفيق أنا راصد في الكتاب الترفيق في الأرض المرافق اللي معمولة في الأرض أنفاق إحنا طول الوقت متعودين إحنا بنشوف الأسلاك الكهرباء وإحنا ماشيين ما فيش الكلام ده لأ فيه أنفاق معمولة تحت الأرض ضخمة جدا بتحمل كل كل الخدمات اللي هي المياه والغاز والكهرباء وما إلى ذلك فكرة بقى كلمة عاصمة الخلود لما بدأت أشتغل في الكتاب قعدت فترة طويلة أكتر من أسبوع أنا عندي الداة وعند التفاصيل عشتها في فترة ففجأة رايح وزارة الإسكان بعتت بيان في آخر شهر 12 في 2020 هنسلم أول وحدات كان حدث بالنسبة لي أنه خلاص فيه مواطنين رحين يستلموا وحدات السكنية بتاعتهم رسمي في العاصمة الإدارية ده كان حدث بالنسبة لي وعدت يومين أو ثلاثة شغال على الموضوع أن أنا رح أوسكه ورحت أوسكته فعلا وقفت يومها في قلب الحي أنا فاكر الحي كويس لأن أنا كنت حاضر هناك في نفس المكان أول يوم ما كانش في قلب طوب على الأرض كانت مدقات طرقية حضرة التسليم فأنا وقف في المكان حصل لي حالة من الزهول فعلا وفي الزاكرة وفي مخيلة كده أنا حاسة أن أنا ببص في صندوق الدنيا وحاجات طلعت من على الأرض أنا تبعت الكلام ده حاجات طلعت من على الأرض وبعدين بقى يظهر حاجات السودة الأسفلت وبعدين بقى مبانك تملت وخرصانات بدأت تشريب بقى فيه زراعات أنا بحلم ولاي فأنا رجعت بالمخيلة من بدء التنفيذ في 2016 حتى 2021 إيه اللي حصل؟ لا ده في دولة جديدة تبانت هنا فأنا في الوقت ده كنت خدت القرار بأن أنا لازم أوسك التجربة لأننا حافظ فيها وعارف فيها وعيشت فيها تفاصيل كتيرة جدا وضروري أنه يتسجل هذا الكلام علشان إحنا عارفين أحداث كتيرة بتيجي أحداث وراء أحداث وراء أحداث فالحاجات بتتنسي فضروري كل مصري يعرف إيه اللي حصل هنا والمشروع ده جيز إزاي وحصل إزاي وتنفذ إزاي لأن ملك كل المصريين فضروري عشان نحافظ على الحاجات دي لازم معروف إحنا الحاجات دي إحنا اتعامل طبعا طبعا